هنا كلمة من أجل الصمود هذا المؤتمر الذي يعقده تحت بندين أو كلمتين من أجل الصمود هذا مفهوم من أجل أن تصمت أوكرانيا أو الشعب الأوكراني في هذه الأزمة هنا كلمة إعادة الإعمار في المستقبل هل هذه الكلمة تعني أن هناك خالد توقعات من الجانب الأوروبي بأن الحرب قد تتوقف قليلا أو تتوقف لفترة قليلة ومن ثم يتم الحديث حول إعادة الإعمار إعادة إعمار البنى التحتية إعادة إعمار المستشفيات بمعنى أن هناك استباق لما يمكن أن يحدث أن تهدأ هذه الحرب أو هذه الأزمة الحقيقة نعم يعني هناك استباق للأحداث وهناك بالطبع يعني شركات إنشاء معروفاً الشركات الفرنسية في الطرق والكباري والإنشائية من أهم الشركات المتواجدة في العالم أكثر من مليار و 200 مليون يورو يعني الشركات يمكن أن تقوم بالإعمار في هذا الأمر وللعلم فقط أن إعادة الإعمار في أوكرانيا سيدفع تكاليفها الجانب الروسي هناك أسور روسية تم التحفظ عليها في القارة العجوز ويتم استثمار هذه الأموال الآن لمحاولة دعم الشركات التي ستدخل إلى الأراضي الأوكرانية من أجل إعادة الإعمار أوكرانيا لن تستطيع المقاومة إذ لم يتم حتى في مرحلة الحرب إعادة الإعمار ما تم تدميره يعني عندما تم تدمير بعض من الكباري في أوكرانيا فرنسا قامت بإرسال كباري متحركة إلى المراكز حتى يتم التواصل ما بين القوات الأوكرانية في شرق المدينة وغربها أو جنوبها وشمالها ولهذا إعادة الإعمار هو الآن مستمر حتى بظل هذه العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا